طيب ابتدي مع حضراتكم بمباريات اليوم ونتائجها بالنسبة لي الدوري الممتاز الأسبوع 19 بالنسبة ليوم الثلاثة النهاردة الجونة والمقصة وفوز المقصة على الجونة على أرض الجونة طبعا وفوز مهم جدا المقصة لكن حتى هذا الفوز ما خلاش المقصة يبعد بعيد عن منطقة الخطر لكن فوز مهم للمقصة أيضا فيوتشر بيفوز على الاتحاد السكندري 4-3 في مباراة مراثونية ما بين الفرقتين طبعا تقدم لفيوتشر في الشوت الأول 3-0 ثم عودة للاتحاد الشوت الثاني بتلات أهداف وفوز وهدف مهم الكريم ندفد بيحرزه ليفوز فيوتشر 4-3 أما المباراة اللي انتهت منذ قليل مباراة طلاع الجيش أو الزمالك وطلاع الجيش والانتهد بمفاجأ في هذا اللقاء طلاع الجيش بيفوز على الزمالك بهدف للاشيء لنادي الزمالك في ظل تصدر نادي الزمالك لجدول المسابقة حتى الآن برغم هذا أو هذه الهديمة لكن طبعا هزمتين يعني مباراتين متتالاتين لنادي الزمالك وهزيمة بالنسبة له طبعا بالنسبة لهم في المباراتين دول صعبة جدا على نادي الزمالك على مجزة نادي الزمالك على جماهير نادي الزمالك اللي كان يعني أكيد فكرة أنه أنت تبقى متصدر البطولة وتستمر في التصدر هكذا مش هتبقى وردة بعد عودة النادي الأهلي من الدور الأبطال وطبعا نحن بنتكلم نادي الأهلي حتى الآن لعب 14 اللقاء نادي زمالك النهاردة بلعب المباراة قم 19 وبالتالي طبعا فرق بالنسبة له عدد المباراة تقدر النادي الأهلي لو قدر أنه يستحوز أو يقدر يلم عدد النقاط في هذه المباراة طبعا هيبقى الفرق موجود بالنسبة له النادي الأهلي وبالتالي طبعا هزيمة صعبة وهزيمة تانية على التوالي بالنسبة له النادي الزمالك بعد إنبيس ومن النهاردة طلع الجيش الأمور بتتصعب على نادي زمالك وبرغم ذلك بقول لكم نادي الزمالك في المقدمة ومتصدر جدول الدوري حتى الآن نادي زمالك لعب 19 مباراة عنده 41 نقطة النادي بيرامدز لعب 18 مباراة عنده 39 نقطة النادي الأهلي 14 لقاء عنده 33 نقطة ثم طبعا بعد كده سموحا أنا هكلمكم طبعا على الجدول الدوري والمباريات النهاردة اللي يمكن أثرت بشكل ما على الترتيب سواء بقى في مؤخرة الجدول الدوري أو حتى في المنتصف أو حتى وإحنا بنتكلم على فيوتشر اللي بينافس بقوة على وجوده في المربع الذهبي ما